أبرز ما اخترناه من الصحف وجولة عليها نبدأ باللواء والموشات شددت مصادر سياسية لللواء على أن توقيع الاتفاق الأولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي هو خطوة مهمة إيجابية من نهجة نظر هذه المصادر فأن تأخير التوصل إلى توقيع اتفاق نهائي في الوقت الحاضر قد يكون جنب لبنان الدخول في متاهات خلافات إضافية بفعل محاولات رئيس التيار النائب جبران باسيل المتواصلة وضع العصي بالدواليب وابتزاز الحكومة في كل خطوة تخطوها إلى الأمام لأجل تحصيل مكاسب سياسية خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة وكشفت المصادر عن اجتداد حدة التجاذب بين رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي والنائب باسيل حول موضوع تشكيلات السلك الديبلوماسي الذي يرمي باسيل بكل ثقله لإنجازها تارى بتحريض بعض الديبلوماسيين المحسومين عليه للتهديد بالإضراب والامتناع عن ممارسة مهامهم وتارى تنبرمي مسؤولية تعطيل إقرار التشكيلات على ميقاتي ننتقل إلى الشرق الأوسط التي كتب فيها علي زين الدين تحسن سندات الدين اللبنانية وهدوء السوق السوداء والسلطة تحت الرصد بعد الاتفاق مع صندوق النقد وعودة سفراء مجلس التعاون فيما برزت أصداء إيجابية موازية لعودة السفيرين السعودي والكويتي إلى ممارسة مهامهما في بيروت نوهت مصادر مالية متابعة بإحالة رئيس مجلس النواب نبي برري مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقعة على التحاول المصرفية وسحبات النقدية الكابتال كونترول على اللجان المشتركة كأولى الخطوات الجدية لالتزام السلطة الدستورية المعنية الشروط الإصلاحية الضرورية لتسريع تطوير الاتفاقية وعرضها بسياقتها النهائية على مجلس إدارة الصندوق وفي نطاق الأسواق الوحيد أن أسعار سندات لبنان الدولية شهدت ارتفاعا قويا وصريحا في بورصة لكسنبور وصلت نسبته إلى الحد الأعلى المتاح والبالغ 10% لتصل الأسعار إلى متوسط 13 سنت لكل دولار بعدما هوت دون 10 سنتات سابقا وبلغت نحو 18 سنت بالحد الأعلى خلال عام وقد تلقفت سوق سندات اليوروبونز اللبنانية حسب التقرير الأسبوعي لبنك عودة بإيجابية الأنباء حول توصل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية على أمل أن يفسح ذلك المجال أمام المفاوضات مع حاملي السندات فسجلت الأوراق السيادية زيادات أسبوعية في الأسعار على طول منحنة المردود تراوحت بين نصف دولار ودولار من مئة كما رصدت الشرق الأوسط ميل المبادلات النقدية في الأسواق الموازية إلى هدوء واضح وغياب شبه تام للمضاربات ننتقل إلى الجمهورية وفي المنشات أبلغت منصادر واسعة الاطلاع الجمهورية أن ما استجد خلال اليومين الماضيين وضع أمام الحكومة أجندة عمل صعبة بمعنى أدق خريطة طريق لا مفر أمام هذه الحكومة من أن تسلكها على نحو مغير للعقلية التي دفع لبنان ثمن عبثيتها وأنانيتها وكيديتها وتعطيلها المتعمل لكل مسارات الحلول والمخارج للأزمة المتفاعلة فعلى المستوى تقول الخليجي تضيف المصادر أن الموقفين السعودي والكويتي بأعدة السفيرين تلبية لما طرحه الرئيس ميقاتي في ظاهره قد يشكل بشكل مباشر أو غير مباشر أعلانا للثقة ولا متأخرة بحكومة ميقاتي إلا أنه في جوهره وتبعا للبيانات الخليجية يشبه فترة سماح منحت للحكومة للإفاء بالتزاماتها على النحو الذي يريح دول الخليج ولا يسمح بتكرار الأسباب التي دفعت تلك الدول إلى القطيعة مع لبنان ننتقل إلى صحيفة الأخبار كتبت ميسم رزق عودة البخاري تعيد الروح إلى السنيورة عودة البخاري وزملائه الخليجيون أعادت معها الانتعاش إلى لائحة بيروت واجه وراعيها رغم الالتباس الذي لا يزال يحيط بوجهة الدعم السعودي المنتظر يقول عاملون في الماكينة الانتخابية للائحة أن الحراكة السعودي الأخير رفع منسوب الثقة لديها وأعطاها جرعة منشطة كما أن تعددية اللوائح لسيما التي تعد نفسها تغييرية ومن خارج المنظومة تريحون لأن الأصوات ستنقسم ولن تصب في مصلحة لائحة واحدة تعول اللائحة على أن بعض الجمعيات البيروتية التي كانت تتحسب للرئيس سعد الحريري وقراره أصبحت تسوق لفكرة أن الفراغة في الساحة السنية سيتيح لحزب الله التحكم بقرار العاصمة وأنه رغم أن الحريري لا يزال الزعيم بالنسبة إلى هؤلاء إلا أن غيابه يفترض وجود بديل يواجه تلفط المصادر إلى أن المكتب الانتخابي للائحة قرب منزل السنيورة باتت أكثر اقتضاضا بالمفاتيح الانتخابية المعروفة ومخاتير وأعضاء مجلس بلدي سابقين وحاليين لم يكنوا يرتادونه سابقا بحسب خبراء انتخابيين فإن الفترة بين 15 و 20 من الشهر الجاري أي قبل شهر من موعد الانتخابات والتي تسمى بالزون الرابع تعد من أهم المراحل قبل الاستحقاق إذ أن الجميع يحسم خلالها خياره وعليه من المفترض بدءا من الأسبوع المقبل ارتفاع وطيرة نشاط السنيورة وأعضاء من اللائحة في بيروت وبما أن الدعم السعودي الذي أراده السنيورة ظفر به وروا على شكلة اتصال هاتفي حتى الآن فإن معركته المقبلة ستكون في وجه تيار المستقبل لرفع نسبة التصويت السني لإعادة إنتاج توازن سياسي في بيروت في وجه حزب الله الذي يريد تغيير وجه المدينة سياسيا وتمثليا مستغلا غياب الحريري عنها نختم مع موقع لابنون ديبيت الذي كتب يتصبران يتصبران استطلاعات المتن مع إقفال باب تسجيل اللوائح في الرابع من نيسان ارتسمت صورة المتنافسين في دائرة المتن على أربع لوائح تتقاسم سبعة من ثمين مقاعد وتدور معركة حامية على من سيفوز بالمقعد الماروني الرابع بين لوائح القوات والكتائب والتيار اللوائح القادرة على الوصول إلى الحاصل الانتخابي هي التيار القوات والكتائب وتحالف المر التشناق وتتقاطع أرقام الماكينات على حسم سبعة مقاعد من أصل ثمانية إلا في حال حصول مفاجآت كبيرة وغير متوقعة وتتوزع المقاعد كالتالي موارنا إبراهيم كنعان سامي لجميل ولياس حنكش أرثوذوكس لياس بوصعب وميشال المر كاثوليكي ملح مرييشي أرمان أجوبا كرادونيان وتظهر أرقام الماكينات تقدما ملحوظا للنائبين سامي لجميل وإبراهيم كنعان عن باقي المرشحين لناحية عدد الأصوات التفضيلية التي من الممكن أن ينالها كل من المرشحين لجميل وكنعان اشتركوا في القناة